السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم ان شاء الله تكونون بخير وبصحة وعافية فهذا اليوم سوف نشرح درس عن النمر الاسود كونوا معنا ما هو النمر الاسود النمر الاسود هو نوع من النمور له طفرة لونية يسببها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور والياقور النمر الاسود يسمى خطأ احيانا من بعض العامة بالفهد الاسود ذلك بسبب التداخل موجود حاليا في المسميات للقطط الكبيرة بينما النمر الاسود ما هو الا نمر عادي ولكن سلالته لها جين سوداء كالبيضاء في البربر والاسود واذا سلط عليه الضوء نجد الورديات ظاهرة اما من بعيد فيظهر اسودا تماما ولا تظهر الورديات وهذا ما لا يعرفه الكثير حين يعيش النمر الاسود هو يعيش في مناطق الغابات الكثيفة التي تساعد على التخفي لاستياد فرائسه من صفات النمر الاسود وهو حيوان يتصف بالغموض فهو يحب العزل والتخفي وعدم الظهور فهو نادر ما يظهر حيث يقضي معظم وقته متخفيا بين الاشجار وينشط ليلا حيث يخرج بحثا عن فرائسه كالغزلان وغيره فالكثير من الحيوانات المفترسة بمختلف انواعها تخاف لما يتمتع به من قوة وكذلك هو حيوان معرض للانقراض بسبب الصيد الكثير من قبل الصيادين للحصول على جلده الناعم والباهظ الثمن وهو موطن النمر الاسود وموطنه الاصلي في وسط اسيا وفي ادغال الهند هكذا انهينا درس النمر الاسود ما كامل الاحترام والتقدير لأستاذ مالك منيباري ولمدير مدرستنا الفاضل ونرجو انكم استفدتم من هذا المقطع وفي الختام نصلي ونسلم على سيدي خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا